كان صلاح الدين الايوبي احد اشهر المقاتلين المسلمين خلال العصور الوسطى والمعروف بشجاعته وفروسيته وعبقريته الاستراتيجية خلال الحروب الصليبية ولد صلاح الدين الايوبي عام الفمائة سبعة وثلاثون ميلاديا في تيكريت بالعراقي وارتقى الى مكانة بارزة كسلطان مصر وسوريا حيث قاد القوات الاسلامية ضد الجيوش الصليبية الغازية احدى اشهر الحلقات التي اظهرت شجاعة صلاح الدين الايوبي حدثت خلال معركة حطين عام الفمائة سبعة وثمانون ميلاديا حيث حاصرت قوات صلاح الدين الصليبيين بقيادة الملك غي ملك القدس في الحر الشديد بالقرب من قرون حطين في فلسطين الحالية على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم تمكنت قوات صلاح الدين من التفوق على الجيش الصليبي ومحاصرته ومع احتدام المعركة قاد صلاح الدين بنفسه هجوما جريئا ضد قلب الخطوط الصليبية وبوجود فرسانه الى جانبه بث الرعب في قلوب اعدائه والهم جنوده للقتال ببسالة لا مثيل لها خلال فوضى المعركة كانت حياة صلاح الدين في خطر كبير عندما واجه العديد من المعارضين وعلى الرغم من اصابته رفض الاستسلام وقاد قواته بتصميم لا يتزعزع في نهاية المطاف ادت شجاعة صلاح الدين الايوبي وتألقه التكتيكي الى نصر حاسم للقوات الاسلامية كانت معركة حطين بمثابة نقطة تحول في الحروب الصليبية مما ادى الى استعادة القدس وطرد الصليبيين في نهاية المطاف من الاراضي المقدسة ان شجاعة صلاح الدين وقيادته اكسبته الاحترام والاعجاب ليس فقط من اخوانه المسلمين ولكن ايضا من خصومه ان ارثه كمحارب نبيل وشجاع لا يزال قائما حتى يومنا هذا وهو بمثابة مصدر الهام للاجيال القادمة